اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف نخليها دوبه يبدأ يغلي الحليب يسخن ونطفيه عليه الحليب سخن لا نخليه كبير يغلي دوبه يسخن ونصب عليه الحليب الرايب نقوم بعمل 500 مليلي لتر البن اليوم نقوم بعمل كمية صغيرة ونجمو الضعف المقادئ نقوم بعمل البن ونصبه دريكت في الوسط ندوره كما هكيا نصبه وندوره ان شاء الله تكون صورة وابحة نقوم بعمل البن ونصبه نقوم بعمل البن ونقوم بعمل البن اضع 10 طايق وكامل بقية المراحل اضع 10 دقائق اضع 10 دقائق ان اضع 10 دقائق اضع 10 دقائق ان يكون الماء اصفر قوة صفاء نضع الماء وكامل يجب أن تقوم بتعديد جبن الماء ثم نضيف الماء ثم نضيف الماء لا نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف زبن الجبن نضيف الماء هذه الماء التي نحن لها من الجبن نستغلها في المعجنة يعطينا رزلتاء مزينة برشة وعجينة شوشة وبنينة سوف نقوم بالطريقة كما هكيا دعوه يستقطر من الماء بالبيهي كما تليخذه هذه الماء كما هكيا هذه الجبن بتاعنا دعوه يستقطر كما هكيا وكمره بقيت المراحل ما بعضنا الجبن نستقطر كما هكيا وللنا كتلة بطبيعه لا ننشط من الماء دعوه يستقطر كما هكيا بعدها نأخذ مكسر ملنجان ونحن نرحيه مبعضنا لما لا يوجد المكسر يجب أن يستطيع الاستخدام الكلام المصدين تساعدنا بالمصدين لكي لا تغبط جبننا المصدين لكي لا تغبط جبننا المصدين لكي لا تغبط جبننا المصدين لكي لا تغبط جبنه المصدين لكي لا تغبط جبن زبد المصدين لكي لا تغبط جبن ساعد برجل رئيس قليلاً ملح تطبيع الملح لما أحس بالذوق لا تكثروا لكي لا يأتي ملح توقف لا تقوم بسوى البالي البقر بتقوم بيك наконец تقطب من سأل حسب ملح نقطب مسأل 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 كما تلاحظوا ولنا كريمي كما تلحظوا نضيفه في الثلاجة يتمسك قليلا ثم تضيفه يجب أن تغطيها تغطيها ترتين فيل دخلوها للتعليجة يبرد قليلا ثم ورغو لكم نضع ثم نضع أن نضع قليلا قليلا نضع سوف أعطيك واريكا كيفيش سوف نمتعه خطوه في أوليبا لعندل أمام كيفيش كيفيش غدا خطوه بطريقة خطوه نضيف جبن المبانا كوامو كريمي كوامو كريم كمية الحليب والبن كمية البأس كمية البأس كمية البأس كمية البأس إن شاء الله تجربوا الوصفة إن شاء الله تعجبكم لا تنسوا كيف تفعلوا الاشتراك وتفعلوا الجرس وإذا كان عجبتكم مرسيت تعملوا لي جيم تعملوا لي كومنتر وفي وصفة قادمة إن شاء الله